السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والجمال اللي بيمتازوا طبعا بإدارة قوية وإعداد فني للقناة بشكل كبير وشكل محترف أهلا وسهلا بكم في بداية موسم جديد إن شاء الله يكون خير على الجميع عزيزي المشاهدين بنبدأ حلقتنا في الموسم الرابع بشكل جديد وشكل مختلف طبعا الجميع بيقول ما أنت دايما بتقول شكل جديد ومختلف ودايما حلقاتك مختلفة طبعا ده كله بفضل الله ولكن ما ننساش إن وراء العمل ده في فريق عمل كبير بيقدم حتم عسكر بشكل كويس قدام الناس مش حتم عسكر اللي بيكتهد من نفسه ولكن في وراء ناس كتير بتشتغل بشكل كبير وبشكل محترف وده اللي دايما إحنا بنتطور بالشكل ده قدام الناس كلها النهاردة صاد النجوم بيختلف ولكن برضو بيختلف بشكل كبير أو شكل محترف على إنه يقدم طفرة كبيرة لكل المشاهدين طبعا عارفين إن الوقت اللي جاي كله هتبقى الرياضة نوعا ما متوقفة شوية حتى الحياة كلها تعتبر إذا كانت سياسيا أو رياضيا أو هتبقى الدنيا متوقفة ولكن البلد أو الدولة هتبدأ تنطشت شوية بالسياسة عشان كده قلنا طب ما إحنا ممكن نتحول بشكل ولكن ليس تحول كامل هنتحول بشكل مختلف شوية وهو إن إحنا السياسة دي هتاخدنا لفين؟ هتاخدنا إزاي؟ هنشتغل بيها إزاي؟ بمعنى إيه؟ بمعنى تواجد السياسة أصبح دلوقتي متواجد في الرياضة علشان كده لما قلنا نبتدي الحلقة النهاردة بشكل مختلف للناس برضو لازم ناخدهم لسكة هم يحبوها بسكة كمان يستفيدوا منها إزاي يستفيدوا منها؟ هقول لحضراتكم على الجزئية دي بس خلوني أتكلم كلمة لكل براعي مناشئين مصر وكل المصريين وكل الناس اللي بدأت دلوقتي يجي لها شيء أو نوع من الإحباط نوعا ما ليه نوع الإحباط نوعا ما؟ بعد الكورونا أو ما قبل الكورونا كانت الحياة شبه متوقفة وأصبحت ما بعد الكورونا كل المؤسسات دلوقتي وكل الأماكن اللي احنا موجودين فيها أو كل الحكومات أو كل ناس للأسف الشديد اللي عمالها عندها بقت صعبة وبقت الظروف المادية صعبة والحالة اللي اقتصدتها في البلد صعبة برغم أن فيه تقدم نوعا ما إذا كانت الحكومة بتسعى ليه أو الدولة بشكل كبير ولكن برضو عشان نكون منصفين الموضوع اللي حصل فيه التصالح أو الأراضي الزراعية أو المباني أو الكلام ده كله كان فيه قرارات قوية من الدولة ولكن سرعانا ما استجابت الدولة لمطالب الشعب بشكل كبير وشكل محترم لموضوع إذا كان الفلوس دي هتتقسم أو إذا كانت هتتقصت أو إذا كانت استجاب فعلا الرئاسة واستجابت الدولة للأهالي بشكل محترم جدا وبدأت بفيه تسهيلات للي احنا بنقول عليه أن الفترة اللي جاية فترة عايزين يعني مش هقول الناس تستحمل الناس تعبانة الناس فعلا تعبانة جدا وأنا مش هقدر أقول للناس تستحمله لأننا زي زيكم أنا زي زيكم بالزبط احنا كلنا لازم بنحاول نقذر من بعض شوية برنامج ساقط النجوم الموسم الرابع هيختلك بشكل كبير وشكل إن شاء الله بإذن الله يحوز على إعجابكم وإن شاء الله نكون دايما خفاف على حضراتكم النهاردة الحلقة هتبقى مختلفة علشان نقول عليها شكل مختلف إزاي عارفين حضراتكم أن الرياضة بتمتلك شعبية كبيرة في مصر والرياضة عمرها متجهت للسياسة بشكل رسمي حتى لما كان فيه ثورات وكان فيه مش عارف انتكاسات وكان فيه وكان فيه كان الرياضين واخدين جنب لوحدهم لأن دي مش لعبتهم لأن دا مش الوضع بتاحهم اللي يكونوا فيه في السياسة لأن بعض الناس شايفينها إن هي حقيقة صعبة أو حياة كله بيدحك على بعض فالنهاردة لما نلاقي الرياضين بيتجهوا للسياسة كم من الاحترام والتقدير ليهم بشكل مختلف وبشكل إن إحنا نكون وقفين في ظهر السياسة يعني إيه سياسة؟ سياسة يعني مش مؤتمرات يعني مش رئيس يعني مش مش مزارات يعني كلام دا كله لأ سياسة اللي هم بيتجهوا بيها دلوقتي هي عبارة عن إن أنا أساعد الفقير إن أنا أقف جنبه إن الرياضي اللي موجود في الشارع ليه ما يكونش في نادي؟ الولد اللي أهله أو ولية أمره بيسعى ليه وعمال يلف في مصر كلها ويدفع هنا ويدفع هنا ويدفع هنا ليه ما يبقاش موجود في الأندية؟ ليه الناس دي كلها؟ طب مين اللي هياخد بأي دول؟ ما هو مش كل حاجة حاتما هيعملها ومش كل حاجة محمد هيعملها ومش كل حاجة فلان هيعملها الأندية منهارة دلوقتي لإن في بعض الاستثمارات أو بعض الحاجات اتخذت بشكل خطأ فللأسف الشديد بقى إن في حاجة غريبة أو بتحصل كل الأندية بتعرض دلوقتي إن هي عايزة مواهب طب أنا عندي مواهب كتير جدا في الشارع ليه ما بقاش فيه كشاف بتاع زماني اللي كان بينزل يدور عن المواهب؟ لإن الموضوع أصبح كله تجاري بيزنس هو ده اللي عايزين ندور عن الاختلاف بشكل جديد بشكل إحنا كنين نستفيد منهم النهاردة بقدم لكم حلقة لأول مرة تحصل يمكن في التلفزيون المصري ونفتخر إن أنا يكون معايا ضيوف كبار بهذه الشخصية الكبيرة جدا اللي لهم الشعبية كبيرة بفتخر بدها النهاردة بنقدم الضيوف بشكل كبير عندنا قامتين كبار لهم في الساحة الرياضية والسياسية والتجارية باع طويل لما حابوا يخشوا المعركة الانتخابية دخلوها برضو بشكل هم مش واخدين على لعبة السياسة مش عايزة أقول المسامة اللي إنتوا حضرواكم عارفين كله لإن إحنا بننطقي ألفازنا علشان نوصل للمشاهد بشكل محترم علشان كده هم دخلوها محبة في الجيرة والعشرة والأهالي زي ما إحنا اللي هي عايزينها إيه؟ بتاعت زمان بتاعت جاري اللي أخاف عليه بتاعت ابني اللي بدور على مصلحته بتاعت ابن جاري اللي عايز يكون في مكانة كويسة بتاعت الشارع بتاعي النضيف اللي كنت زمان برش قدامه وبنظفه بتاعت المحلات اللي بتخاف على بعض مش المحلات دلوقتي اللي واحد فاتح مثلا مطعم أجي جانبه أفتح مطعم واحد فاتح مش عارق أجي جانبه أفتح نفس النشاط عايزين نغير الحالة دي عايزين نوصل إن احنا كلنا نشتغل كلنا نسترزق عشان كده أصريت إن تكون بداية الحلقة بداية قوية يبقى لها شكل كبير معنا مين؟ معنا كابتن محمود سالم لاعب السابق لنادي المقاولين وتاريخ أنا نفسي يمكن عدد سنين عمري مجيش سنوات تاريخ كابتن محمود سالم التاريخ الكبير للرياضة المصرية ولاعب داد المقاولون السابق واللي بصراحة إلى اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي الكل بيقدم له كل التأديل والاحترام على مستوى مش بس حلوان لا ده على مستوى مصر كلها كابتن محمد السعيد الرياضي المحترم والتجاري والبيزنس الشاطر اللي بيمتاز بقعدة رياضية كبيرة وسياسية أيضا في حلوان جبنا اللي اتنين النهاردة مش علشان يبقى فيه خناق مش علشان يبقى فيه تناظر وتناحر لا جبنا اللي اتنين النهاردة عشان نوريكم ان فيه ولاد بلد بيحبوا بعض وبيستندوا بعض وان شاء الله مكملين هنطلع لحضركم فاصل بسيط نستقبل ضيوفنا الكرام ومع صاعد النجوم ايه وعد غام مدينك بسم الله الرحمن الرحيم اهالي حلوان الكرام اهالي حلوان المحترمين كل سنة وانطيبين بنتهز الفرصة في هذا الشهر الكريم اللي انا بعلن بكل صدق وكل امانة دعمي لكابتن محمود سالم لوضوية مجلس النواب اه انا عن نفسي ما بعملش حاجات كده كفيديوهات او او لكن بصراحة هذا الراجل المحترم اه يجبرني ان انا اقول كلمة حق في حقه ان انا شوفت من الراجل ده حاجات كتير او او حلوة الرجولة والجدعانة والشهامة والامانة والصدق فواجب علي ان انا انقل الصورة للاهالي حلوان لتدعيمه وانتخابه في مجلس الشعب ان شاء الله اللي جاي بتمنى له التوفيق وان شاء الله يكون النجاح التوفيق ان شاء الله وبحليفه وكل سنة وانطيبين جميعا على نبيل بسم الله الرحمن الرحيم بمشارفني طبعا انا رحمه المهاردة موجودة معايا في التجاج الحربي وبعدين مش عزيني اعز اقول لك ان حلوان دي منبع الكنوز اللي طلعت حسام ابراهيم ورمضان السيد وكان فيه شريف عبد حميل كمان اللي ارحمه واخبالك فعاز اقول لك حتى الاندية اللي موجودة في حلوان يعني مع الاسع فين مصدع 36 وفين ناسك حلوان فين حلوان العام يعني عاز اقول لك ان حلوان دي فعلا فعلا كنز موجود بشكل كبير جدا في مجال كوروة التلم لان فنالك التوفيبة طبعا دي مسؤولية كبيرة عليك محتاجين ان شاء الله بذل الله ان احنا الفترة جاة دي ان ربنا وفقك في دائرتك بالنجاح ان شاء الله وانت طول عمرك تاريخي يعني اذا كنت لاعب او بجل ايجاري ومسؤول فانت امنى كنت فيها محمود ان شاء الله بذل الله ودي مسؤولية كبيرة حسن وانت رجل اللعب كورة عايزين انك بقى تحرك بنا تركع لنا انجاح الواج مرة تانية ان شاء الله بجورة القدر شكرا كبير سلام وقت تانية كابتن محمود سالم اسم كبير واسم موجود في الساحة من فترة لاعب ومدرب واداري وعدو مجلس ادارة وفي نادي حلوان البلد ومنطقة حلوان كلها طبعا نتشرف فيك وكلنا نتشرف فيك رياضين في حلوان بندعمك ونقف وراك ان شاء الله باذن الله وفقر لنا ان شاء الله باذن الله يكون ممثل لنا في حلوان ورياضين حلوان كلهم واحد باسم وحجم محمود سالم اتمنى لك كل توفيق ان شاء الله باذن الله وبدعوا جميع الطواقف الرياضية اللي موجودة على الساحة في حلوان تقف معاك وتقف في دارك واحنا اكيد في دارك ان شاء الله باذن الله كل التوفيق ان شاء الله محمود السلام عليكم السلام عليكم اهل حلوان كل اللي سنوات طيبين النهاردة انا بتعم اخويا وحبيبي كابتن محمود سالم اتمنى للتوفيق لعضوية مجلس الشعب اتمنى من اهل حلوان الكرام انك تدعمه وانك تقف في جواره لانه شخصية محترمة جديرة اللي هي تنجح وشخصية طموحة وقوية جدا ان ان شاء الله اللي تقدر تعمل لشبابنا والمجتمعنا والاحل حلوان كابتن محمود سالم اتمنى لك التوفيق واتمنى لك اللي ربنا يكرمك في عضوية مجلس الشعب القادمة كل التوفيق يا حبيب يا رب اخوك وحبيبك وصحبك محمد صبحي بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لأهل حلوان واخل عزيز محمود سالم ومن ثابت شهر رمضان الكريم وانا الحقيقة داخل في هذا الموضوع تأييدا لكابتن محمود في ترشحه لمجلس الشعب وهو الحقيقة يعتبر مكسب كبير جدا لأهالي هلوان نظرا لأن الكابتن محمود يمتلك من المقاومات العلمية والخلقية والصدق وحبه شديد في الحقيقة للخدمة العامة وده أنا لمسته من خلال معاشتي معاه لفترات طويلة وعشان كده هو يعتبر نموذج للشخصية المفروض تبقى متواجدة وتمثل الشعب في المجلس لأن نحن فقدين هذا العنصر الجيد الذي يقدر ينقل المشاكل ويحل مشاكل الأهالي بالصورة جيدة ليس مجرد أنه الأول ينجح في الانتخابات وبعد ما ينجح في الانتخابات خلاص بسم الله الرحمن الرحيم أهالي حلوان الكرام أنا بأعلن دعمي لترشيح محمود سالم أخوي وصديقي ومساعد بتاعي في كورت القدم نجم مصر ونادي المأولين السابق كابت محمود سالم لعضوية مجلس النواب تالي بأقول لكم أن أنا بأعلن دعمي لمحمود سالم إن شاء الله في النواب ربني وفعه ربني وفعك أحود إن شاء الله ويكرمك وينجحك وأنا تحتأملك في أي حاجة لو معصيلي في أي حاجة أنا تحتأملك أحيب المشكلة أنت أخي عزيز وصديق وربني وفعك إن شاء الله شكرا طريقا رجعتنا إلى حضراتكم طبعا مع ضيوفنا الكرام النهاردة في أول ظهور ليهم معنا في صاعد النجوم وأول ظهور لنا جميعا في قناة الصحة وجمال أهلا طبعا وسهلا بكل مشاهدنا الكرام وإن شاء الله بإذن الله نقدم لحضراتكم وجبة دسمة فيها كل الإفادة ليس فقط لشعب حلوان ولكن كمان لأنه واب الآخرين في كل أنحاء جمهورية نبدأ نتعلم يعني إيه نبقى كلنا إيد وحدة نبدأ باليمين وإن شاء الله يا رب نكون كلنا دايما كده من أهل اليمين كابتن محمد السعيد رئيس مجلس إدارة مركز شباب مركز شباب غرب حلوان اللي بسمى حاليا دلوقتي مركز حلوان شباب حلوان الجديدة اللي بصراحة أصبح فعلا مركز جديد بكل تطورات اللي حدثت فيه برحب به النهاردة برجل الأعمال والبيزنس الكبير كابتن محمد السعيد مرحبا خير عليك أستاذ حاتم تشرفت بيك وانشرفت بلبرامك وبقناة السحوة الجمال نحن طبعا اللي بتشرف بيك النهاردة أخي لنا فاضل وكمان إن شاء الله بإذن الله يكون ممثلنا في مجلس الشعب الفترة القادمة وكلنا بنساند طبعا كابتن المحترم كابتن محمد السعيد النهاردة طبعا بالرياضي المحترف والكبير جدا الخلوق والشخصية المحبوبة في حلوان كابتن محمد كابتن محمود سالم لاعب بلاد المقالون السابق والخبرة الكبيرة جدا الرياضية والمحبوب أيضا في حلوان ومرشح مجلس الشعب لنواب إن شاء الله بإذن الله القادم أهلا وسهلا بيك كابتن محمد أهلا كابتن حاتم وألف مبروك على القناة الجديدة والبرنامج الجديد ببريك لك وبرك لجميع فريق العمل وإن شاء الله إن شاء الله يلا بقى نبدأ ونتقل على الله لأن الموضوع الموضوع الكبير كابتن محمد هناخد فيه طبعا موضوع كبير جدا جدا كل أهالي حلوان النهاردة بيشوفوا حضرتك متواجد يمكن بسبب طبعا ما فيش اجتماعات ما فيش ندوات ما فيش أي مؤتمرات فطبعا أصبح التواصل أكيد صعب ولكن أنا عارف إن كل الناس بتتواصل معك تليفونيا ولكن أننا نهاردة قدام الكاميرا وأكيد كل كلمة هنقولها النهاردة أكيد هتبقى لها مردود ما بعد الفوز إن شاء الله وربنا يكي طبعا إحنا اتجاهنا كله بيبدأ بأول حاجة ومهتم بها حاجة التعليم التعليم على مستوى حلوان هو مش على استهل حلوان بس أو مستوى الدائرة كلها بس ولكن هو على مستوى مصر وكله بنحاول إن احنا نرتقي به حضرتك إن شاء الله بإذن الله اتجاهك الأول إن أنت تتواجد للانتخابات نابع من إيه إن أنت تكون مرشح متواجد للنواب أولا الفكرة جاءت إيه في موضوع الترشع لمجلس النواب لثقتك في البلد وفي القيادة السياسية لأن أنت البلد محتاجة كل واحد فينا سواء بشغله سواء بفكره إذا كنت أنت بقى رياضي إذا كنت أنت رجل أعمار إذا كنت أنت مواطن عادي فده بيخلينا أن نواف كم البلد وأننا نشتغل بجد كلنا في القيامة اللي جاية إن شاء الله إن شاء الله دي خطوة مهمة جدا نفس السؤال كابتل محمود أنت عليك عاتي قبيل جدا جدا وبرضو عند قاعدة رياضية موجودة زي برضو في قاعدة رياضية للكابتل محمد السعيد ولكن حلوان البلد ليها طبع خاص وليها عائلتها وليها طبعا نظامها شعورك ودي كانت جديدة إن حتى تتواجد في مجلس الشعب والترشح أنا عارف النهاردة النهاردة مجهدين أنتوا طبعا من المبارح تقديمي ما نمتوش والنهاردة كانت تقديم وأنا عارف أجهدتكم ولكن واجب علينا أن نظهر للناس بشكل كبير ونحاول نوصل معلوماتنا اليوم طبعا حضرك تعرف إن حلوان من المناطق اللي هي فعلا نقصها خدمت كتير جدا جدا وده اللي خلنا نقدر نقول إن يلزمها عشان تعرفع كفاءة البلد دي نواب على قدر من الكفاءة وعلى قدر من المسئولية وزي ما الكابتل محمد قال إن الكادة السياسية بتحاول ترفع من كفاءة البلد كلها وايس إحنا عندنا تقريبا كل الخدمات في حلوان مهملة في كل تقريبا مناحل الخدمات الموجودة في الطرق في الإنارة في المستشفات في المدارس تقريبا في كل حاجة تقريبا بأن فترة كبيرة جدا في حلوان ما تعملش في أي حاجة جديدة برضو هنقول لحضراتكم بفكرة معروفة إن دلوقتي أي حد بيتقدم لي بيتقدم طبعا للتواشح لازم تكون عارفين إن في الأمن الوطني بيسأل وكل حاجة والكلام ده كله في استعلامات في كل حاجة فلازم نوضح للسادة المشاهدين إن السادة النواب اللي بيتقدموا دلوقتي السيرة الزاتية بتاعتهم من الغين إحنا ما نسأل هي سيرة بيضاء ناصعة البيض ودي طبعا حاجة تشرفنا إن يبقى عندنا ممثلين النهاردة في الرياضة وتوجدين كابتل محمد السعيد هتبص حضرك للكاميرا حضرك هتخاطب أهل حلوان وهتخاطب كل أهل حلوان نومي والتبين الدائرة دائرة حلوان في الجنوب كبيرة جدا والمسؤولية كبيرة جدا هنقدم إيه للتعليم أنا بالنسبة لنا في مسألة التعليم أنا أعيده في مجلسة ومناق التعليم طبعا هنا مفروض إن هنا في مبادرات السادة الرئيس عاملة بإن هنا المدارس للأسف عندنا لازم نرفع كفاقتها أول عشر الطالب يروح المدرسة لازم يلاقي مكان كويس مبنى محترم إلا ملعب يشتغل عليه لازم تقدم له خدمة عشان هو لما يروح المدرسة يرجع منها مبسوط ما يروحش المدرسة وهو رجع منها عنده مشكلة فأي حاجة منه هعيل كفاءة بالنسبة للمدارس طبعا المدارس أنا أشتغلت عليها من حوالي سنتين والحمد لله عملت حوالي عشرين مدرسة رفعت كفائته بدون من أنا يكون في الماغي موضوع مجلس الشعب أو غيره لأن أنت طبعا النهار ده الدولة عليها بجاملت جدا في موضوع المدارس فأحنا بنحاول نرفع كفاءة المدارس ده يا جدا شك الحاجة التالية لأننا لازم نستخد المدارس في النهاية الرياضية أحنا من زمن جدا كان عندنا كشفين ينزلوا المدارس يختاروا العيبة يختاروا الناس على أساس أنهم يتواجدوا في الأندية لأن موضوع التعليم ربطه بالرياضة ده النقاطي فكر الولد دماغه أنت بتأهله بعد كده لأنه موضوع مش درسة بس وده بالنسبة للتعليم بالنسبة لنا هدت المدرس هدت أن أنت لازم ترفع من كفاءته هدت الدروس الخصوصية عايزين برضو الموضوع دعبة في تنسيق بأنه بينهم في الهدتة دي تمام كابتن محمود السؤال المهم جدا وهو التعليم فكرة طبعا كابتن محمد السعيد إدانا فكرة معينة فيها إيه اللي حتركت أتقدمه لشعب حلوان والكفر العلو والتبين والمعصرة في التعليم إحنا زي ما شفنا سيد الرئيس الفترة اللي فاتت البسيطة دي تقريبا نتعامل أضعاف في النواح التعليمية سواء الجامعات أو المدارس أو المعامل أو كل ما يخص التعليم يتعامل إنجازات ما تعملتش من 40 سنة وفي وقت كياس جدا لكن إحنا عندنا بنفكر بشكل عمل أكتر في حلوان إزاي نقدر نستفاد من الكيان اللي موجود كمدرسة في إن إحنا نرفع من المستوى الخاص بالمدرس والخاص بالموظفين حتى العاديين والخاص بالطلبة نفسهم عندنا مدرسة حلوان البلد كابتن محمد بعد إذن حضرتك حينا نمشين جنبيها إنت كان ليك رؤية للمدرسة نفسها اللي من قديم الأزل حلوان اللي بدأنا نحس إن المدرسة بتنزل يعني الباباني عملتها له هي بتنزل تحت تمام إحنا بنتكلم في إن إزاي المدرسة لها توقيت معين بنفكر يعني بخارج صندوق شوية أحسن حضرتك بس معنا اتصال كابتن علاء نبيل طبعا نجمو مصر وطبعا متخب مصر واللي عمل طفرة كبيرة جدا جدا في نادي المقاولين العرب وطبعا خد أحسن رئيس قطاع لما كان موجود في نادي المقاولين العرب في قطاع الناشئين أهلا وسهلا بك كابتن الكبير كابتن علاء نبيل كابتن علاء نبيل بنرحب بيك معنا كابتن مصر أهلا وسهلا بك حضرتك الله يخليك الله يخليك كابتن علاء نبيل طبعا صاحب الطفرة الكبيرة طلع صعد بلدي المقاولين العرب في قطاع البراع مناشئين وخد أحسن رئيس قطاع في التوقيت ده أهلا وسهلا بيك يا كابتن أهلا بحضرتك يا أهلا بحضرتك أهلا بك حضرتك معنا كابتن محمود سالم مرشح مجلس الشعب للنواب إن شاء الله بإذن الله الفترة دي ومعنا كابتن محمد السعيد أيضا رئيس مجلس مركز شباب غرب حلوان مرشح أيضا في حلوان أهل سيد محمد طوفي إن شاء الله ربنا وفاك بإذن الله الله يخليه كابتن علاء كابتن علاء شايف النهاردة انضمام الرياضة في السياسة وتلحمها وأنها تخش في السياسة بالشكل الكبير ده هل فعلا ممكن نقدم حاجة كبيرة من خلال كابتن محمود أو من خلال كابتن الموجودة معينا للرياضة في انتخابات مجل الشعب أو على الأرض الواقع الواحد سعيد جدا لما بقى فيه ناس رياضيين وعندهم كنفائقة رياضية بالشرط يقول الناس فهم رياضة لو نعب رياضة أو كان نجبر ناليا أو أولا رياضة كبيرة فيها مجالات كتير فيها إدارة وفيها رؤية فيها أفكار فيها حاجات كتير قوي فالواحد متعيد لما ناس تبع عندها خبرة في الرياضة يكون موجودين في المجال السياسي يتزاعد كتير جدا ويبقوا ليهم كبير جدا في تصوير رياضة مصر دعمك للكابتن دعمك للكابتن محمود سالم وطبعا ده كان منتشر على الصفحات الفترة اللي فاتت كابتن محمود سالم شايفه طبعا هو في الفترة الأخيرة كان دايما في مؤتمرات الرئيس عباة تحيسي في شرم الشيخ في هنا شايف كابتن محمود هيقدر الحمل الكبير عليه الفترة اللي جاية هيقدر أن هو يكون فعلا خادم لكل أهل حلوان وجنوب القاهرة كابتن محمود من الناس الأكفاء جدا يعني يعني أنا بشي بشت بجروحة لأن كابتن محمود أنا عارفه كبير ساوي من الناس اللضاف الأيادي وده حط تحتها مية خط ما لم يدخل بخدمة أي واحد يطلب منه أي مساعدة بيادة لعملها راجل بحب المستوى الرياضي كله يحب الرياضيين وأنا بالشانسة موقف أنه هو كن في وأنا مسجل خطا الناشئين ولقيته جاييري بخبط على بيقول لي أنا هدهب المسجد اللي في النادي كله خطا الناشئين تحت أنا هفرشه بالسجاد ودي هداية مني لنادي المؤهين يعني لا فترة صغيرة ممكن تكون بسيطة لكن معناها كبير جدا كابت المحمود لما كابت المحمودة عنده قبول لعندي الناس ودي يبضوا من حاجات ربنا بنعمل هذه بني آدم كان دايما كده والد الله الحمو بيقول لي ربنا حد فيك خلو أهو الله دعه جميل كابت المحمود من الشخصيات دي نشيد جدا أنا خطو كويس سلسان وحل وجعلنا بتعمل مع الناس أنا أعتقد أنه هو يبقى مكسد كبير جدا حقيق يعني أنا أعرفه عن قلبه جائز قوي وبتمنى له التوفيق بجد يعني كابتن علاء نبيل كلام حضرتك كلام محترم جدا جدا ودافع قوي كمان يعني بيدينا أمل إن شاء الله أن حلوان هتبقى حاجة محترمة شكرا جزيلا لكابتن علاء نبيل رمز من رموز الكرة المصرية واللي بصراحة عنده شفافية كبيرة جدا جدا نرجع لموضوعنا حاجة برضو مهمة بعدما خلصنا الجزئية للتعليم وأعتقد أنه جواكو حاجات مش هتقدروا تصرحوا بيها دلوقتي لأن طبعا في فكرة بس صغيرة كابتن حادة بحاجة بطرحها أولا أنا بشكر كابتن علاء نبيل لأنه يعني هو أخ كبير هو بيحبيني فبيجابيني زيادة شوية إحنا عايزين نشوف إزاي نساعد الدولة من غير ما نكلف الدولة حاجة في المساعدة دي إحنا عندنا منشآت كبيرة جدا في جميع الحاجة الجمهورية اللي هي المدرسة الموجودة المدرسة الموجودة كلها على مستوى الجمهورية تقريبا بعد الساعة ثلاثة ملهاش أي دور في المجتمع فإحنا إزاي نستصمر المنشأ ده في إن أنا أزود دخل المكان ده أرفع كفاءته بالدون أي أعباء تبقى على الدولة المدرسة اللي ينفع فيها ملعب نعمل ملعب مدرسين التربية الرئيضية اللي هم موجودين في المدرسة بيدروا الملعب دي بنيعمل أكاديميات سواء في كورة القدم أو في اليدة أو في كل الألعاب هم بيبقوا ناس متخصصين أكتر ويقدروا يدروا القصة دي تمام بطبطة مهمة جدا كابتن محمد هل مش ممكن يرجع زي زماني بقى في المجموعة الدراسية اللي بتبدأ بعد اليوم الدراسي تنتهي إن إحنا نعملها جوه المدرسة في نفس الوقت هنشيق لأعباء الدروس الخصوصية على الناس وفي نفس الوقت هندخل داخل برضو للمدرسة شو ممكن نرجع زي زماني اهنا كنا زمان بنعمل كده اهنا فيها دا دي وفي سانوي كم بيحصل بعنا الكلام ده تمام بعد ما تخلص اليوم الدراسي بتعمل مجموعة ده مجموعة الدراسية تمام أولاً بتكلفة طيب مش عالية طيب كويس الصحة أعتقد إن الصحة النهاردة بتهم أي إنسان وبذات كمان لما بدأنا نتفتح من بعد كورونا بقى الواحد بيخش البيت حتى لو غاسم إيده قبل البيت قبل ما يخش بيخش يخسلها بيتمرة في البيت وأصبحت الصحة كمان مش هاجز بقت الإنسان ممكن يمرض مجرد ما نسمع بس إنه فلان راح المستشفى هو ممكن يتعب الصحة هنقدمها إزاي لناس الغلابة وناس اللي موجودة عندنا لكابتن محمد أنا بالنسبة لي بالنسبة ل هالي حلوان والمعصر والتبين وميه عندي خطة المستشفى من أكبر المستشفىات اللي موجودة وهي مستشفى حلوان العام مستشفى حلوان العام الهيئة الهندسية رصدت لها مبلغها حوالي 22 مليون جنيه من حوالي خمس سنين الهيئة الهندسية الهيئة الهندسية تمام وبدأت فعلا في هاتم أماكن منها وبعد كده المشروع توقف تمام طبعا عند مشروع توقف كانت ساعتها الدولار عالي وهاصل إنه بقى التكلفة بطضعف كنت أنا من حوالي سنة كده أنا ورجال العمل في هلوان انت فعلا إنه ممكنناعمل مبادرة مبادرة دي هنبتدي بها بخمسين رجل عمل في هلوان والناس دي موجودة وعدنا وشفنا رسومة المدرسة خمسين رجل عمل في هلوان تم الجلوس معهم والاتفاق معهم الجلوس معهم تمام والناس دي موجودة وشفنا الرسومات وعرفنا التكلفة التكلفة هتبقى بضعف فهنا انتفعنا ان احنا نبتدي بنفسنا الاول احنا خمسين رجل اعمال انتفعنا ان كل واحد فينا يتبرع بمبلغ كويس والمبلغ احنا لو احنا الناس مش هتتحط المبلغ هتحط ادواء زي حديد وهذا هتبرع باسمنت وهذا هتبرع باسمنت يعني مبلغه هتحط ايا ان كان فلوس او بضاعة تمام واني اعمل رقم حساب عن طريق دولة دولة تشتفع ليه انا متأكد انها لحلوان وما يوم عصارة والتبين كلهم هتبرعوا المكان ده ان انت تعمل مثلا هوالي 400 سرير مجانا وتعمل 200 سرير استثماري وتعمل 100 سرير ادمان المعالجة الادمان تعرف الكلام اللي بيقوله ده يا كابتا محمد لو هو على قدر الواقع حصل وتم احنا نتنقل نقلة تانية هيتعمل تمام المقموضة ده تعمل وهنا ان شاء الله الرب نوفقنا ان شاء الله هنبتدي على طول من اقول خطوة تمام طبعا فكري جميل وفكري معقول برضى عشان نستدل مرشاحين التانيين اللي مجدين لهم كل تريدوا الاحترام اي حاجة هتحصل من اللي هم بيقولوها هي مش هتحصل قلا عن طريقهم يعني حتى لو حد فكر في الموضوع ان هو يقدر ياخدها في برنامجه الانتخاب ويتحط الناس دي مزبطة كل حاجة ان اول ما يحصل ان شاء الله هزي سفرة الحاكم في الملعب هيبدأ اللعيبة تنزل تشوف شغلها كابتن محمود سلم استحابة ومبدئيا يعني زي ما كابتن محمد قال كده وزي ما حد لك قلت موضوع ان حد يعمل او ما يعملش احنا سواء موجودين داخل المجلس او خارج المجلس ده مش هيفرق معنا لان دي بلدنا ومش نسيبها ونمشي اللي هنقدر عليها نعمل سواء اذا كنا موجودين او مش موجودين او في توفيق او عدم توفيق وفي كل الاحوال احنا وقفين جنب بلدنا لحد ما توفع رجلية الصحة شافت طفرة كبيرة في الفترة الاخيرة ومبادرات اللي تعملت باسم الرئيس في فيروس سي والمرأة والكلام ده ما تعملش في اي عصر من العصور وده طبعا الناس مش لامسا بشكل كبير لان ما كانش عندنا الفكرة ده قبل كده مبادرة 100 مليون صحة اللي عملها الرئيس برضو من مبادرات كبيرة جدا اللي علجت مئات الالوف من المرضى فيروس سي فيروس سي طبعا كان فيها تشمار كبير جدا ابتدت تتعامل مستشفيات على اعلى مستوى موجودة في كل مناطق الجمهورية لكن للأسف بالنسبة لنا في حلوان اصبحت الخدمات الصحية فيها ضعيفة جدا وخاصة الخدمات اللي تخص كبار السن احنا بنشوف مستشفى التأمين الصحي في حلوان قد ايه كبار السن بيعانه عشان يوفر طبير ويخش ويكشفه او يتلقى العلاج بتاعه ده امور بالنسبة لنا غير مقبولة جدا ولازم نشوف لها احلول اليفطة بتاع استثماري دي موجودة بس مش كل الناس بتقدر عليها احنا عايزين نقول ان مش كل حاجة استثمار احنا ممكن بالكفاءات اللي موجودة ده ما كبتل محمد ذكر والناس اهل الخير والرجال اللي اعمال موجودين في حلوان وما اكثرهم ان احنا لو حطنا ادينا في ادينا بعض برضو هنشيل منع الدولة او نساعد مع الدولة في ان احنا نرفع كفاءة المستشفى لو حطينا ادينا في ادينا بعض هي دي كلمة السر اللي ما حب بيقولها هي دي كلمة السر اللي احنا فعلا محتاجين نعمالها كبتل محمد هي دي طبعا ييجي بقى للسؤال اللي بعد كده ودي حاجة مهمة جدا واكيد دي لعبيتكم على الارض الواقع وانتو اللي اتنين بتتقسموا الحتة الرياضية بشكل محترم وشكل كبير وطبعا المرشحين اللي معنا النهاردة بيمتازوا بسمعة طيبة يعني مفيش حد فيهم سمعنا اختلاص عمل مثلا يعني نصب في حاجة لقدر الله الحاجات اللي هي مش عايزين نقول الأنفاظ اللي هي تعيب لان الناس دي بعيد خالص عن الحتة دي خالص وكمان متربين في حلوان نشأتهم حلوان متواجدين في حلوان علشان كده هم عندهم دراية كافية بغير المرشحين اللي جايين للأسف الشديد هم بره حلوان واهلي حلوان بينتخبوهم عشان حاجات معاينة احنا اكبر من احنا نتكلم فيها كبتل محمد السعيد الرياضة وانت حضرك زكرت حاجة معاينة ولكن بعد الطفرة الكبيرة اللي حصلت في مركز شباب غرب ومن مركز الانتقالة كبيرة جدا جدا في فترة قصيرة اكيد حصلت ايه اللي هنقدمه للرياضة والبرائع مناشئين مصر اللي احنا بنفتقد عندنا دلوقتي ما فيش منتخب زي المتخب اللي فات او السابق اللاعبين الاحتراب بشكل كبير الحاجات دي كلها عايزين نغيرها ونغير المفهوم بتاعها بالنسبة الحلوان انت عندك حوالي 37 نادي خمس مركز شمام واثنين وثلاثين نادي الاندية دي والمركز شمام دي انت لو هتمت بيها ده امن قومي انا بالنسبة لي تجربتي في مركز شباب غرب الان الناس كلها عايزة تشتغل بس مش عارفة تبتدي منين انا لاحظت في كل كلامك كبتا محمد ان عنده كل حاجة امن قومي يعني كل حاجة ممكن الناس تبقى شايفها صغيرها لكن انت شايفها امن قومي طبعا والفكر انت النهاردة ده فكر فكر بلد الساد الرئيس النهاردة بيشتعل ازاي بيخلي ما جميعها بكلها في ظهره انه هو بيحرقهم انت عايز النهاردة قائد يوديك لحدة تانية في المقدمة والبلد دي منها انا تبقى ابنها حسن بلد اللي في الدنيا وهي دي السقاطنا في القادة السياسية وفي امننا لان الناس دي بتشتغل فيها انا قادة في الوسق النهاردة مركز اللي انا في ده فيها حوالي 40 الف عضو انت محتاج الناس دي تبقى عدف مكان كويس يسيب ابنه فرياضة كويسة مش خايف عليه حتة الهارب اللي بتبقى من بلاد اللي بر علينا في حتة الادمان في حتة الولد فكره روح عن بلده كلام ده كله انا بنحاربه عن طريق التعليم والسحة والرياضة الرياضة بتودك لكل الكلام ده انا بالنسبة لي في مركز غرب انا مسلا عندنا حوالي متين اعمل ومدربين وعندنا في الرياضة كاملة ابتدين ان انا نخش اتحادات ابتدين ان انا عندنا مسابقات ييجي ازاي ان انا ارفع كفاية المكان وبعد كده اماكن متاعة الاعضاء الاعضاء ييجي لها مكان كويس يوعد فيه بعد كده ان ده كل ده ممكن تعمل مع كل الاماكن ومراكز الشباب الاندية صح طيب انا ليه مهرب من الهتة دي هي الهتة دي لازم نقويها ذكر كابت محمد سعيد عدد كبير من الاندية ومراكز الشباب وعندنا كمان حاجة يمكن معض الناس معرفهاش ان نادي حلوان البلد او حلوان البلد بالاخص كانت مطلعة نجوم كبيرة جدا في الرياضة المصرية ولغاية دلوقتي في منهم في تدريب وموجودين نادي حلوان البلد كان بيمتلك اكبر ارض على مستوى حلوان وكان بتسمى اللي هي تحت الجسر وكان بيجي لها ناس من خارج حلوان تلعب رياضة وطلعت وكانت الارض دي ما كانتش فيها انجيلة النهاردة نادي حلوان البلد بقى فيه نادي وبقى فيه اضاءة وبقى فيه طفرة جبيرة بس مش هو ده امالنا في الكابت المحمود سالم في الحتة الرياضية اللي هي لعبته على ارض الواقع طبعا حضرك بتكلم كلام مضبوط بالنسبة لبلد ونشيطة حلوان البلد انا بتعمد ان انا في اي مناسبة ببقى موجود فيها اعرف الناس ان دي بلدي وان انا بتشرف ان انا من البلد دي وانا من صغري ما فيلش بره حد كابت المحمود قالك حلوان البلد ايه حلوان البلد فيه مش فيه مبتاع مرام ان هي مطلعة ربوسة يعني لقد احنا عندنا في حلوان البلد يعني كفاءات اتشرف اي حد يعني عندنا بلد كاملة عائلات عريقة اسم كبير وانحنا اللي نقصول وبدور لحد الاف السينية ما شاء الله الرياضية نرجع بقى للرياضة نقول ان طبعا حضرك تعرف ان مصر فتية يعني 90% لو احنا قسمنا شعب مصر يطلع 25% اطفال تقريبا فوق ال60% شباب والبقى كله فوق ال60% فوق ال60% يعني احنا انت بتتمتع بانك بلد فتية في الوقت ده المفروض ان احنا استغلي طاقات الشباب دي الصور الشبابيه يبقى عندنا انتاج وخاصة في المنتج الرياضي انك تطلع عبطال انك تعملت فرق انك تستغل تقاطي الشباب تبعدهم عن التلفزيون والانترنت والالعاب الالكترونية تحط لهم خطط رياضية تجعل منهم قادة مستقبل سادة الرئيس في اي مناسبة كنا بنتاجت فيها كان بيتعمد وجود جزء رياضي فيها سواء ان كان ماراثن او ركوب درجات حتى في منتجات شعب العالم اللي حضرناها تلات مرات كان الرئيس بيتعمد وجود الرياضة فيها فده يدل على اهتمام الرئيس بالرياضة ومن خلال الكلام ده نقدر نقول ان الفترة اللي جاية بعد ما هنعمل أساسيات الدولة بتهتم بيها بالتتالي يعني في بنية أساسية في مدن جديدة في مدن جديدة في طرق بعد كده ان شاء الله هيبقى عندنا ملاعب والستادات من أحسن ملاعب والستادات الموجودة في العالم تمام معانا مدخلة مهمة جدا اكيد طبعا صديق للشخصيين قاعدين قدامي كابتن محمد حمامة نجمل بلاستيك السابق ولاعب من طراز فريد جدا جدا كابتن حمامة لما نتفرج دلوقتي على الفيس ونشوف الهدف بتاعته ونشوفه دلوقتي ما نقولش خالص ان هو كابتن حمامة كابتن حمام نورنا ربنا خليك مكباتك كابتن حاتنا محترم الله يخليك كابتن حمامة انا سعيد جدا وسراحة ان انا ما اسمع صوتك طبعا اخواتك موجودين معاك طبعا طبعا اخواتك واصدقائك كابتن محمد سعيد وكابتن محمود سالم والتي اتنين من رجالاتنا من رجالة حلوان ونكون لهم كل حب واحترام كابتن حمامة طبعا لازم نتكلم بكل صراحة وكل وضوح مش معنى ان هم موجودين معانا وانت طبعا داخل الاتصال ان في دعم او مش دعم ولكن كلمة حق لازم تقال في شخصيتين محترمين انا على سبيل التعديل والاحترام سمعني يا كابتن سمعني كده طب ونبي الاعداد بس بات صوتهم عشان كابتن محمد بس يسمعني كابتن محمد الشخصيات المحترمة اللي موجودة انا عارف بتربطك علاقة قوية جدا بيهم النهاردة مش بس احنا طالعين على الهوى عشان نقول بندعمهم لأ احنا كمان بنقول الناس دي السرس ذاتية في حلوان لازم اهل حلوان يعرفوا من كابتن محمود السعيد غني عن التعريف كابتن محمود سلم غني عن التعريف شايف دخولهم في الحياة السياسية بشكل محترم هيقدروا يفيدوا حلوان وده وحي حلوان طبعا اكيد هنتكلم الاول عن الكابتن محمد السعيد فضل طبعا هو راجل كان لعيب كان لامارس رياضة يعني لعيب محترم للناس اللي كانت محترمة في هذه اللي يعدك عشان خضوهم طموح جدع راجل كويس يحب الناس اللي بتحبه قدر انه هو يوصل بنجاح كبير ونجاح عظيم لرئاسة ثاني اصبر مركز من ناحية النساحة مركز شباب ورب حلوان سابقة الحلوان الجبيرة دلوقتي تمام وقدر انه ينجح وقدر انه النادي يبقى على اعلى مستوى مفخرة لحلوان بلوقتي تخش النادي بسم الله ما شاء الله كل الالعاب متواجدة تمام بيمتارك اكبر مساحة في تاني مركز شباب على مستوى جمهورية مركز حلوان الجديدة اه طبعا عندك الجزيرة وبعد كده مركز شباب بالزبت 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 اللي هو غرب سابقة تمام النهاردة ان الراجل دوت خلال هذه المدة بسيطة اللي مسك فيها رئيف لمركز الشباب وانه يطور هذا المركز بهذه الاقلامية وبدأ بجهد وهذا الانتياج انك تخش انت ما تفدقش ان انت مركز غرب بصراحة طبعا انا ابن مركز غرب ربي جبيه اول ما بدأت ادعب وانا لسه تفل في هذا المكان انه هذا المكان تفتخر به وتفتخر بمن صنعه هذه الانجازات طبعا كرئيس كافة محمد سعيد وقاعداء مجلس الادارة بالكامل يعني بصراحة ربنا نحييرهم على هذا الجهد والعمل الجميل المفترض ده بالنسبة لكابتل محمد سعيد اللي احنا كده خلاص ضمننا انه موجود في مجلس النواب بعد الكلام الكبير جدا اللي قاله كابتل محمد حمام كابتل محمود سالم طبعا الكابتل محمود سالم ده اخ زي وزير كابتل محمد سعيد بالظبط اللي كنه اخواتي واصحابي واصدقائي وناس وقمة من الاحترام والادب كابتل محمود سالم طبعا كاللعيب كورة اللعيب محترم لعبض الأعرق الأنبياء منهم لديهم الموضوعين العرب شخصية قيادية جميلة في مجال وفي مجال كورت للقدم وتعالى أفضل المناصب من العائلات المحترمة عندنا حلوان تتسم بين صدق والعقلانية والادب والجمال وصديق للناس كلها ومحبوب للناس كلها وممتع وشخصية في قمة الأدب وقمة الاحترام وأنا قمة من الفخر إن أنا كابتن محمود سالم وأسالب كابتن محمد السعيد في انتخابات البرلمان بمسندتك هنقف باك إنهم اللي سنين أكمل بس لكابتن حاتم بسرعة يستحقكم يستحقكم من الرجال وإحنا مش هنمتحد للراجل الذي يستحق إحنا كراضيين يعني الحمد لله كابتن كابتن محمد حمير مشكورك شكرا جزيلا طبعا عشان طول البرنامج إحنا كده لو أعتبر حلمان كلها ما شاء الله يعني وصلت بشكل كبير إن القاعدة الرياضية هي القاعدة الرياضية الوحيدة الوحيدة والكبيرة جدا اللي تمتلك أصوات كتير خلينا نكون واضحين إذا كانت أم لها ابن في الرياضة أو إذا كانت بتحب الرياضة أو إذا كان زوجها أو إذا كان مدرب أو إذا كان موضوع كبير جدا جدا وبعدين الرياضة يمكن هي الحاجة الوحيدة اللي بتفرحنا الرياضة هي يعني مش حاجز أقول اللي فيها النظافة كتير وفيها حاجات كويسة جدا هناخد بقى كلمة أخيرة وكل نائب بصص للكاميرا وبتكلم الشعب عشان الوقت عندنا فتفضل كابتال محمد كلمة أخيرة أه أعني الشرف إن إذا لقالي حلوان ومي واتبين ومعصرة إن إنا نقدم خدمات متبيزة سواء إذا في مجلس الشعب ومجل مجلس الشعب لأن إنتوا تستهلوا إن المدينة دي مدينة عريقة فربنا يقدرنا إن إنا نعمل عيهاك وعيسى لمدينة حلوان والمعصرة والتبين ومي كابتن محمود سالم كلمة أخيرة لحلوان البلد للمعصرة لكل صحابك لكل الفكرة الجديدة بقى في حاجة بسيطة كده يعني أنا بقول من خلال زيارات الأخيرة لمعظم أهل في حلوان كلهم سواء في المعصرة أو في التبين أو في ميو أو في حلوان إن الناس دي خلقت في قلب حلم وأنا متأكد إن ربنا لما بيحط حلم في قلب حد بيبقى المولى عز وجل المتأكد إن هو الحد ده قادر على تحقيق هذا الحلم وأنا من خلال البرنامج بشكر الدعم اللي أنا بشوفه بصراحة ومتفاجئت بي وحب الناس وحب ممكن أنك كنت معنا كنت الحد بكتر من موضع حب الناس اللي من القلب فعلا بدون أي مزايدات اللي موجود في الشارع وأنا بوعد الناس حلوان إن كل حد تعب عشاني أو مشي عشاني خطوة إن شاء الله همشهاله مائة الكيلوهات لحد يجيب له حق إن شاء الله أنا طبعا من لا يشكر الناس لا يشكر الله طبعا بشكركم طبعا شكرا جزيلا على حضركم النهاردة وأنا أسف جدا جدا أرهقتكم عارف إن اليوم كان صعب النهاردة ولكن إحنا مش هنقول خادمين للشعب والكلام اللي بتقالوا الشعرات ولكن إحنا بجانب كل أهلينا سواء إذا كان إعلاميا أو سياسيا أو تجاليا أو رياضيا إن شاء الله إحنا متواجدين أنا بشكركم شكرا جزيلا ولكن أنا النهاردة عشان أول يوم أظهر فيه في القناة ودايما بشكر كل فريق عملي لازم أقدم كل الشكر والتأدير للراجل الكبير المحترم خلف الكاميرا عم عزب ولازم أقوله يا عم عزب أنا بتشكر جدا جدا على راسي أنت بتقدمنا بشكل محترم وضيف كلهم مقصوطين كل فريق العمل بشكركم شكرا جزيلا مهندس الصوت طبعا محمد أود إيئة مهندس الإضاءة تامر السيد الـ VR طبعا الجابل محمد عبد السلام الجميل الجميل محمد عبد السلام بشكر طبعا مدير التصوير لأستاذ محمد الشاهد عم محمد حافظ شكرا طبعا للقناة وشكرا للمنتاج لأستاذ سيد خميس بشكر طبعا رئيس القناة على استقباله المحترم جدا جدا في التعاقد محمد الملكي بشكر مدير القناة الشخصية المحترمة بشكر طبعا حتى العامل البسيط اللي موجود هنا بشكر كل الدكور الجميل طبعا مش هقدر أنسى أبدا المخرج اللا هلوبة المعلم في الإخراج محمد شحاته اللي بصراحة دايما دايما بيعمل مفاجآت في كل الحلقات أنا بقاعد مش عارف إيه اللي هيحصل في آخر الحلقة عمال يقول لي خلص بصراع عشان فيه مفاجآ ما عرفش إيه هي بشكر قناة الصحة والجمال على صناعة سائد النجوم للمسم الرابع بشكل كبير بشكر السادة المشاهدين اللي أنا قاعدتهم النهاردة صغرتهم معنا بس هتصهروا معنا كل خميس وهيبقى معنا مضيوف محترمين زي اللي شرفوني النهاردة شكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته